كون أنا رجلي رايحة في وش الحارس مفروض أن أنا احنا واحد معنا واحد من أبناء نادي الأهلي كابتن ياسر ريان المدرب العامة لفريق طنطة كابتن ياسر هقولك صراحة عرض طيب للغاية عمام نادي الإسماعيلي أديته أداء جيد أضعته العديد من الفرص وفي الآخر يعني الخبرات والهدف التعدل في اللحظات الأخيرة من المباراة طبعا برحب بالتأول بكتر محمد وبرحب طبعا بكتر في مصر وكابتن مدينة لكابتن عزل صعيمة وكابتن رضا شخص ببعا برحب بهم يعني حبيب كابتن ياسر ربنا أخليك يا كابتن عزل تعرف المباراة نزلنا كالمبارات الإسماعيلي ما فيه شك مباراة قوية المركز اللي احنا فيه مركز طبعا حساس طبعا ومتعارسين كده كويس مش احنا لوحدنا نتعارك اللي فيه فراع تحت بين الرضا وبين النصر وطنطة والدجلة والمقصة والدخلية دي مجموعة فرق بالتنافس اللي طبعا فيه انت عافلهم امور صعبة تحت فعنت راح برضو بتلعب الإسماعيلي فرقة كبيرة فرقة محترمة فرقة لا تاريخة فاحنا كنا راحين برضو ما في الشكل اللي احنا راحين عالتلاطة بنت وده كان هدفنا الاساسي واشتغلنا برضو على النقاط اللي هي القوة الضعف اللي موجودة في فرق الإسماعيلي وإحنا كنا متوقعين بفرق الإسماعيلي في الثاني المباراة تبقى عايزة تلعب تضغط علينا عايز يبقى مستعجلنا عايزين يجيبوا أهداف فكنا احنا مركزين في الجزء دي بزات اللي احنا بنشتغل على الحاجات الخصوط الخلفية بنزل لفرقة الخط الجفاعة لفرقة الإسماعيلي والحمد لله نجحنا بشكل كويس جدا يعني الثاني المثال مرضو احنا تعرف احنا بنقسم المضش على ثلاثة بزات يعني احنا لا قطر له خسرانين او متعبين او قزبانين كل وقت ولي حسابات تانية فالحفظ احنا حساباتنا الحمد لله كانت ماشية كويس جدا واللي احنا الحمد لله جبنا جونين وكنا ماشيين كويس جدا بس انت عارف برضو يعني فضل في الإسماعيلي برضو عايزة تتعادل وبردو بتلعب على أرضها وقصت بمهورها دي حاجة كثير جدا عوامل اللي برضو اللي احنا اتراجعنا نسبيا برضو من إحادة برضو البنت كنت جاذبان واللي تعارف برضو سقطت من عابل مصر برضو بقى الآن يدخل في جون يدخل الجون يعني عارف دخلنا بقصة تانية خالصة لكن أداءنا كان كويس جدا شكل العابة كان كويس جدا شكل تكتيكيا الحمد لله نكريزل اللي كانت مصرنا طلبوا منهم كل الحاجات دي كانت عامل الحمد لله وطلعين نسبيا الحمد لله احنا راضيين اه احنا كنا طبعا اللي انت تقدر مع الإسماعيلي في الإسماعيلي دي طبيعي لكن انت المطش كان في يدك وكانت كثير جدا كانت حاجة تانية عندوكو سلاسي في الامام مصطفى محمد جابر والجزيري اصبح سلاسي خطيرة كابتن ياسر ما فيش شك الحمد لله يعني من العامل اللي احنا برضو مساعدنا ومن اجاز الفني اللي احنا برضو تثبيت الفريق ده بنزمن حاجة اساسية وحاجة مهمة وكابتن عادل اكيد يتطفط معي تباكي التشكيل ده بقى مهم جدا فاحنا الحمد لله عندنا اغلبية الخطوط عندنا تغيير ببقى في واحد او اثنين مش عشان حاجة بسبب ممكن يكون اجهاد عايزين نريحه علشان المطش اللي بعده بيبقى ليه ليه خصية بالنسبان لكن الخط اللي تتكلم عليه ده برضو احنا عندنا البداء الموجودة بره بس ده برضو بالنسبان الثلاثة او الاربعة معهم مرسي الاربعة دولات بقوا متطايمين مع بعضه معهم محمود الغالب مصر المرعة الحمد لله يعني كل مدى نبقى مهمودين مع الفريق في تجانس مع اللعيبة وانتعرف احنا برضو الحمد لله شكلنا الدور الثاني الحمد لله احسن بكتير فدي برضو كل ده حاجات بالنسبان لنا ثوابت اساسية ياسر انا ليه كلمتين معاك ياسر ادائكم مشرف جدا الماتش بتاع سموحة كان انتم مفروض لا اقدر انكم تاخدوا بتلات نقاط التوفيق ما كانش موجود ماتش الاسماعيلي ماتش الاسماعيلي كمان وماتش سموحة اللي قابليه كنتونتوا برضو لسه سينة التوفيق الحاجة بس اللي انا بلاحظها ان الجول اللي الاسماعيلي جابه كان الراجل بامبو كريم بامبو ما كان لوحده تقريبا هنا كان حيطة عدم التركيز ما كانتش موجودة فدي برضو بيجي منها اهداف فالولاد اكيد انتم بتشتغلوا معاهم وبعدين انتم اشتغلتوا فترة صغيرة مش فترة كبيرة انما البصابات بتاعتكم شغلك واضح وان شاء الله التوفيق جاي ياسر باذن الله كابتن ياسر المباراة جاية مع مين هل نعب ان شاء الله بعد بكرة احنا معذكر من النهاردة وده منزلنا برضو مصير اللي هو الاتحاد ما انتعرفين الاتحاد برضو من ضمن الفرق اللي معانا موجودة في الجزء الاخير من الدجاجات هل شايفة كابتن فراسكو قوية في البقاء خاصة بعد التعادل امام الاسماعيلي الحمد لله شغلون كوي جدا والحمد لله الفترة الاخيرا نتاجنا ايجابية كويسة اوى 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 وخاصة بعد ما تعاشنا مع العادة فترة طويلة وبنا موجودين معهم بشكل الحمد لله بنشفر طبعا فترة لتوقت بتاعت الكابتن خلديد طبعا والجهاز الفن اللي كان موجود بس اينا الحمد لله بصمة الاسمinaire و贝صة الاسمkeit وبصمة القدر نفسها كل ده كانت عامل اللي احنا الحمد لله عندنا عامل بسعادنا ان احنا الحمد لله ننجح وما زلنا انت عارفة احنا الحمد لله ربنا يكرمها ان شاء الله بروحة الرجالة الموجودة واللعيبة ان شاء الله عندنا التلاتة بنت بتاع التحدي اللي احنا مركزين معهم واي جدا 오�يmana اوي اوي وان شاء الله نكونchetنا التوفيق والحزل ان شاء الله كابتن مصر والمدرب العام لنادي تانتا كابتن ناصر ريان بشكر حريتك شكرا جزيلا نتكلم على لقاء الأسيوتي والدخلية واحد من اللقاءات اللي فيه متعة أربع أهداف للأسيوتي وهدفين للدخلية ستة أهداف كان ممكن نادي الدخلية يحرز أكثر من هدفين لقاء صراحة ممتع للغاية كابتن رضا